في أول استهداف لمطار مدني ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا على مطار أبهى الدولي مخلفة 26 مصابا بحسب ناطق التحالف ترك المالكي قال أيضا إن القذيفة استهدفت صالة وصول المسافرين وأصابت مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلان كما قال ناطق الحوثيين إن صاروخا من نوع كروز استهدف برج المراقبة للمطار مضيفا أن العملية تأتي في إطار الدفاع عن النفس إذن مرحلة جديدة من استهداف المنشآت المدنية السعودية دشنتها ميليشيا الحوثي ليست ابتداء من هذه الحادثة بل بما تم سابقا من استهداف شركة أرامكو وغيرها من الحوادث اللافت في هذه الحادثة والحوادث السابقة هي استهدافها للعمق السعودي وأن المملكة التي بدأت عملياتها العسكرية قبل أربع سنوات تحولت من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع ناشطون سعوديون تحدثوا عن فشل القيادة السعودية في حماية بلادهم من ميليشيا انقلابية إذ كيف عجزت رابع أكبر دولة في التسليح عالميا عن هزيمة ميليشيا تحاصلها جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من أربع سنوات ليس ذلك فحسب بل عجزت عن حماية أرضها من تلك الميليشيا التي صارت تستهدف عمقها العسكري والمدني بعد عمليات مشابهة لهذه العمليات التي يرتكبها الحوثيون على الأراضي السعودية ينتظر اليمنيون غضبة الطيران السعودية التي يفرغها على معسكرات الحوثيين أو منازل المدنيين على حد سواء تعود اليمنيون على ذلك وأصبحوا مقتنعين أكثر من أي وقت مضى بأن المملكة التي كانت تقول إنها ستنهي الانقلاب خلال أسابيع لم تعد تهدف إلى ذلك بل ذهب الأمر باتجاه أجندات أخرى ليس لليمنيين مصلحة فيها كما تقول الوقائع على الأرض ماذا تريد السعودية في اليمن؟ سؤال لم تعد إجابته واضحة بعد أربع سنوات من الحرب لا لليمنيين الذين أيدوا تدخل التحالف حينها ولا للشعب السعودي الذي أصبح تحت خطر الاستهداف الحوثي في ظل عجل بلاده عن حمايته